أيها اللبنانيون يا كل القوى السياسية والحزبية والكتل البرومانية يا كل الطوائف يا نعمة لبنان أخاطبكم ونحن نطوي لحظة تاريخية هي كانت الأخطر التي مرت على لبنان مهددة أرضه وشعبه وتاريخه وحاضره وتناطى مستقبله وثرواته جراء الحرب العدوانية الإسرائيلية التي طالت كل مقومات الحياة في وطننا أنشدكم لأنها لحظة الحقيقة التي يجب أن نستدعي فيها كل العنوين الوحدة من أجل لبنان فاللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح ولا للرخص فوق الدماء ولا لتجاوز التضحيات الجسام الغالية والغالية جدا جدا والتي لا يعوضها إلا شيء واحد هو أن نحفظ لبنان واحدا قادرا على الخروج مما تعرض له الخروج أكثر قوة ومنعة وإصرار وإثبات على صلع قيامته وتثبيت دوله كأنموذج في التعايش الواحد بين مكوناته الروحية بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل اللحظة هي امتحان لكل لبناني للشيعي قبل أي لبناني آخر هي امتحان لكل اللبنانيين لأي طائفة نتمو هو امتحان كيف ننقذ لبنان كيف نبنيه وكيف نعيد الحياة إلى مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها وكيف نعيد الحياة إلى مؤسساتها الإسراع بانتخاب رئيسة الجمهورية لا يكون تحدياً لأحد يجمع ولا يفرق هو امتحان كيف نحمي لبنان في مواجهة الأخطار التي تتهدده وفي مقدمها الخطر الإسرائيلي اللحظة هي لحظة تحمل المسؤولية في التلاقي من أجل لبنان ومن أجل الإنسان اللحظة هي لللبنانيين النازحين وحسبهم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهجمت صوامع وبيع وصلوات ومساجل يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم هي دعوة لأهلنا في الضحيات الشموس لأهلنا في النبطية مدينة الصيحة الكربلائية المدوية هي مهيهاة من الذلة لصور جعصد القسم وساحته لتلك المدينة الصامدة فوق التاريخي وفوق الحطام لكل تلك المدينة على طول الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة خط القلب من الناقورة إلى قرى العرقوب وقرى في أغضية صور وبنت جبال ومرجعيون والنبطي وحاسبيا والزهراني وأقليم التفاح وجبل الريحان إلى البقاء الغربي وقراه المعلقة في السماء إلى بعلبك عاصمة الشمس والقمر ومرجعة رأس العين إلى السهل الممتنع إلى الليرميل إلى كل أهلنا النازحين الصابرين الأوفياء لعيونكم التي قاومت المخرز أقاومت المخرز الإسرائيلي صمونا إلى أهلنا الذين استضافتم الدول الشقيقة لسيما في سوريا والعراق ومصر وقطر وكافة الدول العربية أدعوكم إلى العودة لمسقة رؤوسكم الشامخة وقلوبكم النظرة ولنشأتكم الأولى عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخا ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها ولثم ترابها المضمخ بدماء الشهداء ومعانقة تينها وزيتونها عودوا إليها هي صورتكم وصورتنا هي صوتكم وصوتنا هي ذاكرتنا وذاكرتكم وهويتنا وهويتكم هي وديعة الشهداء الذين غرصوا قاماتهم فيها فأينعت مواسم عز المناصر عودوا إلى كل تلك القرى مفعمين بالأمل وبالإرادة التي عززت آلة العدو عن كسرها وهزيمتها في ميادين المواجهة هي إرادة قادرة بإذن الله وبمؤسرة الأشقاء والأصدقاء على إعادة الإعمار وإعادة النبض إليها كما كانت فهي أرضكم التي بدلتموها حبا لا يقاس وحولها أبناءكم المقاومين إلى جمر لا يداز عودوا وأعيدوا الحياة إليها التي حاول العدو انتزعها من حاراتها وحواكيرها وساحاتها وبساتينها مجدها بعودتكم مجدها بعودتكم مجدها بعودتكم إليها حتى لو كانت الإقامة فوق ركام المنازل الموعد وأنتم يا من لم تخلفوا أبدا الموعيد تحية لكم لصبركم لوفائكم الرحمة للشهداء والشفاء العازل للجرحة عشتم وعاش لبناء